انزلاق سريع نحو المواجهات المسلحة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي المنطقة الخضراء في بغداد كانت ساحة أولية لهذه المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام أنصار التيار الصدري القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي عشرات القتلى ومئات الجرحة سقطوا حتى كتابت هذا التقرير نتيجة الاشتباكات التي تدور بين الجانبين بمختلف أنواع الأسلحة على الرغم من إعلان السلطات الحكومية حضرت تجوال في جميع المحافظات حتى إشعار أخر بل إن المواجهات المسلحة امتدت إلى محافظات عراقية أخرى إذ هاجم أنصار التيار الصدري اثنى عشر مقرا لميليشيات الحشد والأحزاب وكتب سياسية في بغداد والبصرة وميسان والنجف وباب أبرزها مقرات ميليشيا بدر والعصائب والنجباء وحزب الدعوة ورغم حضر التجوال الساري يواصل أنصار التيار الصدري التحشيد في مناطق عدة من بغداد أبرزها الحرية والصدر والشعلة وبغداد الجديدة وجسر ديالة وأجزاء من الدورة والبيع عبر سيارات محملة بأنصار التيار الصدري ومسلحين من ميليشيا سرايا السلام التابعة للصدر للتوجه إلى المنطقة الخضراء لدعم المشتبكين هنا أو لحمل الطعام والمياه للمعتصمين المحاصرين في محيط البرلمان داخل المنطقة الخضراء ووسط هذه الأجواء الملتهبة أجرت المحكمة الاتحادية العليا النظر بدعوة حل البرلمان حتى إشعال أخر وهو الأمر الذي يلقي بظلال من الغموض على المستقبل القريب للصراع السياسي وما يتبعه من مواجهات مسلحة بين الصدر وشركائه السابقين في الإطار التنسيقي خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرع حتى من التيار وعلى الرغم من الأمر المفاجئ من جارب مقتد الصدر لأنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء في بغداد وإنهاء الاعتصام والتظاهرات إلا أن المراقبين يرون أن الباب لا يزال مفتوحا في العراق أمام كل الاحتمالات لا سيما وأن قرار الصدر يفسح المجال أمام قوى الإطار التنسيقي وميليشياته الموالي لإيران لتشكيل الحكومة وإحكام قفضتها على المشهد السياسي برمته في المرحلة القادمة